البداية بالشأن الأمني أي بشأن السياسي أقول أن ستعقد حركة حمص مجلس شورى استثنائي لترسيم قرار الاندماج مع جبهة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة وهو القرار الذي جاء مفاجر للكثلة سيما وأن حمص سبق لهوان أكدت بأن تحالفاتها ستكون محلية وتحالفات المركزية خارج أجندتها للإشارة فقد شهدت كل من حركة النهضة وجبهة العدلة والتنمية تحالفا اندماجيا قبل موعد الاستحقاقات القادمة